طبعا قبل كل شيء الاتحاد إلى آخر لحظة من التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني أستطيع أن أقول إلى عصر يوم السبت من أسبوع الماضي أول وراهنا على أن يكون هناك إجماع كردستاني وليس اتحاده ديمقراطي إجماع كردستاني كل القوى الكردستانية على مرشح الكرد لرئاسة مجلسة الجمهورية لكن رأينا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ماضي في لقاء القمة بين الرئيس بافل طالباني واسفيل مسعود البرزين تيقن من الحزب الديمقراطي الكردستاني يعول على أمور أخرى جانبية خارج الإجماع الكردستاني يريد أن يحسم منصب رئيس الجمهوري الصالحي وماضي بالدعم مرشحي لهذا الشيء لذلك هذا خارج العراف خارج التفاهمات خارج الاتفاقيات التوازنات السياسية بين الاتحاد والديمقراطي داخل إقليم كردستان في بغداد لذلك نعتقد بأن مضيه بهذا المجال سيخل التوازن السياسي داخل إقليم كردستان وأيضا في بغداد لذلك نحن قمنا بما علينا من واجبات أخلاقية وطنية سياسية بين انتظرنا ذلك ولكن هذا خياره ذهب بذلك حتى في الجلسة الأولى المتسنة بالعراق اختار هذا الطريق نحن قررنا تماما بأن لا نكون جزء من الشرق البيت الشيعي سواء بين إطار والتيار أو حتى السنة بين عزم وتقدم وسنبقى ذلك هذه مواقفنا الوطنية لماذا رشحنا سيد برهم صالح نعتقد بأن سيد برهم صالح لربما جازمين بأن سيد برهم صالح لديه مؤهلات ورشحناه في الفضاء الوطني ورسيد برهم صالح لربما أيضا لا يسمح كلام الاتحاوة من كردستاني عندما ماكوهاي حالة بس لربما إذا تقاطعت مع بعض الأمور الوطنية لا يستمع حتى إلى الاتحاوة من كردستاني في هذا الموضوع ويكون خياره الوطني هو الخيار الصحيح والأخير والنهائي بما يتعلق بالملف الوطني لذلك لم نرى شخصية مناسبة تؤهل أن تكون رئيسا للجمهورية العراق والعراق يستحق وسنبقى وستبقى المسميات قبل أدخل إلى سيد برهم صالح وسيبقى العراق والوطن فوق كل هذه المسميات وفوق سيد برهم صالح لكن ربما يجب أن نذهب إلى هذه العملية وهناك رئيس وهناك نظام متمسك كما ذكرت قبل قليل أدى إلى خلاف كردي كردي يعني صراحة هو متمسك ولا إصرار هو حرص حرص الاتحاد على أن يبقى لكن بالتالي لم يتم اتفاق حتى اللحظة هو اتفاق صراحة ليس على سيد برهم صالح كما قلت هناك تناقض في الآراء بعض الأخوة من الحزب الديمقراطي الخساني يقولون بأن سيد برهم صالح هو محل جدل وبعض الأخوة الآخرين نفس الوقت يقولون حسب جو مالتهم يعني في بعض الماكن يقولون بأن لا نحن ماضين وهذه هناك أريحية لربما تسمى بين هلالين استغلال الفرص السياسية يعني هم يريدون أن يستغلون الفرص السياسية ويستفيدون استفادة من سماحة السيد الصدر بما يتعلق المشروع الأغلبية هم ومن معهم السيد الصدر عندما أعلن مشروع الإصلاح ومضى في مشروع الإصلاح نحن نعتقد بأن السيد برهم صالح يتناغم مع رؤية السيد الصدر يتشارك يتلاقى مع السيد الصدر في مشروع الإصلاح وأيضا مع قد قوة الإطار بما يتعلق بموضوع إنقاذ العراق مما عليه الآن بما يتعلق بملف الفساد وأيضا الآن الذي هم المواطن العراقي ليس رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا رئيس مجلس النواب العراقي الذي هم المواطن العراقي هو مشروع الإصلاح إلى ماذا سيفضي مشروع الإصلاح الذي على أساسه ذهبنا إلى انتخابات مبكرة نقطة ره السطر أما الأشخاص يجب أن تكون أدوات يجب أن تكون أدوات لتعزيز موقف الإصلاح لتمرير قوانين داخل المنجس النواب العراقي وإسنادها وتوفير غطاء سياسي لذلك القوانين حتى تنفذ في مشروع الإصلاح ليس أمام العراقيين وأمام القوى السياسية العراقية وأمام الاتحاد وأمام سيد برهم صالح وأمام القوى الأخرى سوى طريق الإصلاح ومشوار الإصلاح هذا لا يأتي هذا لا يأتي دون توافق كردي كردي سني سني شيعي شيعي ضمن فضاء الأغلبية الوطنية ليس الذين يمنع بخصوص توافق سيد محمود رحبك مرة أخرى قبل الخوض بالاجتماعات المكثفة التي يقوم بها الاتحاد بالوقت الحاضر الحزب الديمقراطي الكردستاني يحتمد على ثقله النيابي ويحتمد على اتفاقه مع التيار الصدري ومع تحالف السيادة في تمرير مرشح سيد هوشيار زيباري هل من الممكن أن يتفق الحزبان على مرشح تسوية قبل جلسة البرلمان والاتحاد على ماذا يعتمد بخلاف ما يعتمد الحزب الديمقراطي الكردستاني أحسنت أولا التفاهمات والاتفاقات السياسية سواء كانت بما يتعلق بالجسم المجلس النواب العراقي أو فيما بعدها يجب أن تعدل بمنصب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ونقطة توازن العراق لربما ما حصل في مجلس النواب لا يختلف عن رئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية نقطة توازن الدولة مؤسسة دستورية ضاد طابع حيادي لا ينحازي طرف على طرف آخر يبقى رأس الرمح في عملية الإصلاح بالتناغم مع الرئاسات الأخرى يكون جامعا القوى السياسية المتباينة والمختلفة والأما الرئيس المجلس النواب العراقي وإن كان مهما دستوريا لكن لديه صلاحيات محدودة تختلف عن صلاحات رئيس الجمهورية تغريدة السيد الصدر اليوم اجتماع الاتحاد مع قوى الإطار اليوم كلها مؤشرات بأن يجب أن نكون في قارب الإصلاح نعتقد بأن أدواتنا لرئاسة الجمهورية ورؤية التلتحات وهذا التعويل على ماذا نراهن كيف نستطيع أن نمر سيد برهم الأرقام الانتخابية تصطدم مع مشروع الإصلاح الأرقام الانتخابية في بعض الأحيان بما يتعلق بالمناصب ونوعية المناصب تصطدم مع رؤية الإصلاح تصطدم مع التوافق السياسي بين المكونات صراحة نقول لك خروجنا عن الجلسة الأولى حتى نبقي التوازن داخل البيت الشيعي لا نريد أن نكون طرف بهذا الموضوع لأن لدينا في رقابنا ذمة بما يتعلق بالمكون السياسي الشيعي بما يتعلق بسماحة سيد محسن الحكيم رحمه الله بما يتعلق بسماحة سيد السستاني آل الصدر الأول والثاني لدينا في رقابنا ذمم نحن الكرد كشعب ومنهجية الراحة الجلال طلباني لذلك لا نكون فضو من هذا المشروع إذن شنو خطتكم نحو الجلسة المقبلة ستدخلون الجلسة ستأخذون المقاطعة يعني كما تعلم أضيف على زميلي علي المحكمة الاتحادية قررت بأن مجلس النواب سينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموعة عداد البرلمان الكلي هل تعتقد أنه سيتحقق النصاب في هذه الجلسة؟ أحسنتم عندما ذهب السيد الرئيس برهم صالح إلى تقديم تفسير من المحكمة الاتحادية بما تعلق بمادة السبعين ونصاب القانوني وكيف ينتخب الرئيس هو تكبين لمسؤولياته كرئيس جمهورية وليس كمرشح هو رئيس جمهورية حامل الدستور يجب أن يقطع الشك باليقين بما يتعلق بسجالات السياسية والقانونية هنا هناك حيث كيفية التمرير لذلك طلبهم من المحكمة الاتحادية المقررة بأن تذهب إلى تفسير ذلك المادة هذا كان خطوة جيدة وإيجابية ولربما عامل مساعدة في تقريب وجهات النظر نحن كاتحاد وطني نحن كأتكلم عن سيد برهم صالح أيضا كسيد برهم صالح وأيضا من الذين هم في مشروع الإصلاح والتوافق وبناء الدولة وإنتقاذ العراق ضد المقاطعة لا نريد أن نكون مقاطعين إذن ستحضرون المقاطعة هذا قرار سياسي ربما لا أستطيع أن أقولها ولكن وفق المؤطيات والمؤشرات الموجودة الاتحاد الوطني والسيد برهم صالح هو مع إبقاء التوقيتات الدستورية مع المضي لأن المواطن العراقي بالتالي الوقت ليس في صالح المواطن نحن نريد أن نستغل الوقت ونستثمر الوقت لحسم الموضوع باتجاه الإيجابي هناك حسم ربما في اتجاه سلبي لكن نريد أن يحسن في الاتجاه الإيجابي يعني أفهم من كلامك سيد محمود أن الاتحاد سيكون حاضر في الجلسة ربما هذا قرره الاتحاد الوطني نكسن لا ستطيع أن نفسه متحدثا عن الاتحاد الوطني لكن المعطيات الموجودة المعلومات التي أعلمها رؤية السيد برهم صالح رؤية الاتحاد رؤية الإطار أستطيع أن أقول حتى الإطار التنسيقي التيار الصدري والسماحة السيد الصدر المستقلين ذات الإرادة الوطنية يرون بأن لا يجوز هنا أن يكون هناك تعطيل لسبب غير مهم ربما إذا كان هناك سبب يتعلق بمستقبل العراق بالسلم والأمن المجتمعي بالاستقرار السياسي تقدير الموقف يعود لهم لكن أنا مبدئيا أستطيع أن أقول لك نحن ماضون وفق التوقفات الدستورية لسنا مع التعطيل لأن المواطن العراقي الآن ينتظر الكثير